تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 109 قضايا تموينية بمضبطات أكثر من 704 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وضبط أكثر من 105 أطنان من السلع الغذائية دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكارونا وذلك في مجال حجب السلع الاستراتيجية وذلك على الصعيد العام أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فتم ضبط أكثر من 24 طن دقيق مدعم كما تم ضبط أكثر من 270 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية هذا بالإضافة إلى ضبط 13 طن اسمنت و20 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء وضبط أكثر من 204 أطنان اسمنت وأكثر من 66 طن حديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء